طيباً إحنا اتكلمنا طيب عن الجهاز الفني خلينا نروح لتصريحات موسماني بالأمس في المؤتمر الصحفي وإحنا عارفين هو دائماً بيتحدث بشكل فيه شفافية لكن فيه نقاط متكررة الذكر فيه أي مباراة يعني سابقة كمان وهو الإجهد كرقم واحد وتاني حاجة الحديث عن أن فيه لعيبة كتيرة جداً بتروح المنتخب وده بيستنزف من تقتهم ومن قدرتهم في الملعب مع الأهل فدي نقاط ولكن برضو قبل ما أقضي حريك المساحة لو تسمح لي خلينا نروح للتويتس اللي عملها برضو مبارح بعد إذنك يا جماعة مسلماني لأنه عمل كذا تويتها مبارح برضو كان فيها رسائل حلوة يعني مش هقراها كلها بس مثلاً من الحاجات اللافتت نظري قال مثلاً يعني بيتحدث عن إصلاحات في الفترة اللي جاية على سبيل المثال يتحدث أيضًا عن nothing precious comes home that comes that easy way بيكلم أن ما فيش حاجة قيمة بتيجي that easy way يعني I have seen these movies before اتحدث أنها شاف المشاهد دي أو الحاجات دي أبلي كده and they all have the end they all end the same way يعني like they are thrillers اللي هي يعني بيتكلم أن انها النهاية بتكون تقريباً واحدة والتويتة الأخيرة دي اللي لفتت نظري بقى بصراحة يعني بيتكلم أن عندما يكون في قوة الله، لا يمكن أن يكون الناس لتغيره فعندما يكون ربنا سيطر أو كل شيء تحت سيطرة ربنا لا يكون هناك تدخل بشري من أي حد يقدر أنه يعمل أي شيء شاهدت كيف يكون الكلام؟ هو يتكلم كلام لوجيك، أي مدرب أو مدير فني في العالم أهم حاجة يحتاجها في البطول اللي داخل فيها إنه يكون هناك أجندة ثابتة، وموعيد ثابتة ماش فيها لخبطها، وبعدين إحنا ما ببقاش القصة دي يا كريم في مثلا مباراة أو أسبوع أو أسبوع، إنما بتتكرر كتير قوي وفاجأة يعني برة بتشوف الجدول مثلا في إنجلترا بتشوف الجدول من أول يوم لآخر يوم ثابت ومعروف الأجندة الدولية، معروفها وكذا، معروف وكذا يعني أنا عايز أقول لك حاجة ده بيحطه بالحكام كمان حكم الأسبوع الثلاثين فلاني إحنا هنا زي ما تقول إيه عايشين باليومية بالحتة كل أسبوع لأسبوع الكايي هنلعب لا أستنوا يعني ماتشات الكاس هي رجعت تأجلت تاني نتيجة لظروف المنتخب طيب ماتشات الكاس دي هتدخل برضو بعد ما الدوري يبدأ هتدخل في أي حتة أنت عندك دوري وعندك استعدادات أفريقيا وعندك كاس العالم للأنديل يعني هنرجع لنعيد اللي إحنا بنقوله بقى لنا فترة بالضبط كده، هندخل فيه وهندخل فيه على الأصعب لأن لأن إنت لما تستحمل سنة، السنة اللي بعدها بتتأثر فما قالك بقى تستحمل السنة التالتة، هتبقى كل العناصر يعني تعبانة جداً فهو يعني مطلوب من مسلماني حاجة الرد على كلامه برضو أن أنت عندك كم من اللعيبة لازم تحط في دماغك أن الوضع هيبضل زي ما هو هيبقى فيه تلاح ومباريات، هيبقى فيه إصابات، هيبقى فيه الحاجات المعتادة فلازم أنت تأهل اللعيبة كلها أن يبقى عندك ثلاثين واحد في الملعب بيلعبه مقدرش يعتمد مثلاً على قفشة بس، ثم هو قفشة ده وارد أنه هو ما بلاش لقدر رأصابك أنه يتعب، يبقى مجهد، فين البديل؟ ما هي دي بقى النقطة؟ وبعدين البديل اللي هو ما يبقاش نازل يعني قاعد بقاله فترة ويعني الناس تحكم عليه وما يبقى فيه صوته يبقى مجهز بشكل كامل، لازم يبقى مجهز كويس جداً جداً ولازم يبقى أهل أن هو يلعب، هو رجله في الملعب، كذلك العناصر كلها من أول حراسة المرمة كمان الشناول اللي واحد برضو مشفق عليه عشانه أكثر واحد بيبقى موجود في الملعب، يعني اللعبة بتتغير، هو مستمر على طول ومستمر في النادي وفي المنتخب، عليه عيب كبير، طبعاً فلازم برضو يبقى فيه البديل اللي أنت لو لقيت فرصة معينة، ما تقولش بقى أصلاً المبارات دي حساسة، كل مبارات صعبة، وكل مبارات حساسة، وأي ماتش في الدوري المفروض أن أنت تكسبه عشان تفضل على القمة، فأنت حط في دماغك أنك لازم يبقى فيه لعبة جاهزة كل المراكز يبقى فيه الأساسي والبديل، والبديل ده لازم يلعب وياخد على الأقل حد أدنى من المبارات اللي تؤهلوا أن يبقى موجود مباش جناز المخبوط